اهلا بكم الجديد على ضفتيه ترتفع اعداد الضحايا مرة اخرى هناك على ضفتي الفرات ثمت ارقام قتلى ترتفع ساعة بعد اخرى نتيجة لمجزرة ارتكبتها قوات النظام وميليشياته بقصفها قريتي الاتحلى وجديد بقارة بالصواريخ وقذائف الهون والحصيلة حتى الان اكثر من عشرة قتلى بينهم نساء واطفال في الرواية المحلية فان قاعدة عسكرية لقوات النظام في بلدة البوليل شرقية دير الزور اطلقت فجر اليوم صواريخ على التحلى وجديد بقارة في تصفية للحسابات مع قوات سوريا الديمقراطية التي بدورها اتهمت النظام مباشرة بالوقوف وراء المجزرة مؤكدة ان صواريخه سقطت على منازل المدنيين على الضفة الاخرى من نهر الفرات تأتي رواية من النظام ذاته الذي قال ان تسعة مدنيين اصيبوا بقصف مدفعي لقوات سوريا الديمقراطية على بلدة البوليل بالريف الشرقي لدير الزور وهنا يتبادل النظام وقسد الصواريخ على ضفتي الفرات موقعين خسائر مدنية للضغط على بعضهما امام مشهد الصواريخ العابرة لنهر هو خط الفصل بين قوى النفوذ المختلفة يشيع الناس الضحايا ويدركون انهم ورقة ضعيفة امام التصفيات التي تتم والتي لا يبدو انها ستقف عند مجزرة الاتحلى وجديد بقارة وينضم الينا جلال الحمد المدير التنفيذي لمنظمة العدالة من اجل الحياة من فرنسا وسينضم الينا لاحقا العميد احمد البري محل العسكري واستراتيجي من غازي عنتاب مرحبا بك سيد جلال وأبدأ معك بالبداية كيف تقيمون ما جرى؟ سيد الخير شكرا جزيلا على الاستضافة ممكن وصل ما يجري ما جرى الفجر اليوم ما جرى ايضا بالامس والامس من الهجوم المفاجئ الذي بدأ من مناطق سيطرة النظام السوري باتجاه مناطق سيطرة قسد واستمر عدة ساعات وسيطر خلاله مجموعة من المسلحين الذين عبروا النهر من مناطق النظام إلى مناطق قسد على عدة قرى خلال عدة ساعات ثم انسحبوا وبعدها بأقل من يوم تقريبا صار هذا القصف المباشر على قريتين تتبعان مناطق سيطرة قسد وبالتالي واضح أن هناك محاولة من طرف قوات النظام وأيضا المجموعات المسلحة الرديفة كما تسمى أيضا لإثارة شيء من الفوضى في مناطق سيطرة قسد هو المنطق يعني أن المنطق كونها مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية أن تكون الضربات موجهة من النظام أليس كذلك كونه يعني كل طرف يرمي على الآخر يعني الإطلاقات بدأت من مناطق سيطرة النظام ولا يوجد طلقة واحدة تخرج من مناطق سيطرة النظام من دون علم قوات النظام وأيضا كما يسمون المستشارين الإيرانيين الموجودين هناك والذين يشرفون على الميليشيات الإيرانية والأجنبية وحزب الله وغيرهم من الميليشيات الأجنبية المنتشرة في ريف ديرزور الشرقي وبالتالي لا يمكن على الإطلاق أن تطلق طلقة واحدة من مناطق النظام بأي اتجاه من دون علم هذه القيادات هذا ليس أيضا من المستبعد فصل ما يجري أساسا عن التوتر الإقليمي الحاصل بين إيران وإسرائيل وهذا التصعيد الذي حصل مع اغتيال قائد في حزب الله وقياده في حماس في طهران والهجمات التي تلت ذلك من قبل حلفاء إيران سواء في اليمن أو في العراق وديرزور بالتحديد هي أحد الساحات للصدام والنزاع ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة من سنوات منذ أن اقتسم الطرفان السيطرة على هذه المحافظة لأهميتها وقوها على الحدود العراقية ووقوها أيضا على البادية الواصلة ما بين العراق وسوريا اللي هي خط إمداد مهم جدا بالنسبة لكل القوى العسكرية أنا لا أفصل شخصيا بينما حدث باليومين الأخيرين وما يحدث من تصعيدات في المنطقة أقصد أنه قد تكون محاولات من الميليشيات الإيرانية في المنطقة لإزعاج حلفاء الولايات المتحدة تعقيبا على ما حصل بأتقادي نعم هناك ربط ما بين التصعيد الحاصل في المنطقة كل الآن الأذرع الإيرانية أو حلفاء إيران المجموعات المسلحة في الدول التي تسيطر عليه إيران بشكل عمليا تقوم بهذه التصرفات قبل يومين قبل الهجوم الذي نفذته مجموعات أول أمس في دير الزور قبلها بيوم قصفت قاعدة أيضا قاعدة عين الأسد في العراق وقتل على ما أعتقد جندي أو اثنين أمريكان في هذه القاعدة لا أفصل بين هذه العمليات وأعتقد حتى الآن لا يوجد أي مؤشر لأن العمليات ستقف لكن أليس غريب سيد جلال أن يكون الهدف أو الضحاياهم مدنيين يعني لم يتم قصف مواقع عسكرية على سبيل المثال لا للأمريكان ولا لقصد من وقعهم ضحايا مدنيين نعم نرى إذا تابعنا الآن على وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من المتصيدين في الماء العكر خصوصا على قصف اليوم بالتحديد الذي سقط فيه عدد كبير من المدنيين بين قتلة وجرحة الذين يريدون أن يحولوا هذا ما حصل إلى نزاع ما بين القبائل في دير الزروب التالي تحميل ما حصل اليوم مسؤولية ما حصل اليوم بالكامل لقيادة في عشيرة معينة بدعوة أنها استهدفت قرية تتبع لعشيرة أخرى وبالتالي هذا ضمن محاولات إثارة الفوضى والحقيقة لا يمكن أطلاقاً تحت أي ظرف من الظروف أن يتصرف أحد من مناطق سيطرة النظام أو بهجوم عسكري أو بعملية عسكرية أو أن يتورط بها من دون ليس علم النظام مش بس يعلم النظام لا تحت قيادة وتخطيط وتمويل وتوجيه قوات النظام والقوات الرديفة أو القوات الحليفة للنظام طيب اسمح لي إذن أن ننتقل لأشعق العسكري نضم إلينا العميد أحمد البر من غازي عنتاب أرحب بك من جديد عميد أحمد كنا نناقش أنا وضيفي من فرنسا بتفاصيل هذا الاشتباك برأيك أنت وبتقراءتك العسكرية من قصف من؟ من الذي بزأ؟ ولماذا؟ مساء الخير أنسي يرى مساء الخير لأخصي سادة المشاهدين الرحمة للشهداء والشفالة الجرحى والفرجة المعتقلية عند النظام إن شاء الله طبعا مثل ما أتفضل الزميل من يومين مثل ما بتعفوك اللي تكون صار هجوم من قبل جيش العشائر بقيادة إبراهيم الفحل وحشاهم السطم وتوجهوا باتجاه قصد أو المناطق الموجودة فيها قصد طبعا خلفية هذا الموضوع هو إيراني بحثي إيران جنديتهم وجهازيتهم طبعا ما بتتعاون مع النظام مشان يعملوا قلاق بالمنطقة ومشان تقول لأمريكا أنه نحن قادرين نزعج عملائك أو نزعج الميليشيات التابعة لكون طبعا مثل ما شفنا صار عدة ضربات واحدة بعين الأسد بالعراف صار فيه كمان هجوم على منابع النفط الموجودة حوالي دير الزور من قبل جيش العشائر والميليشيات الإيرانية وهذا العمل كان ضمن هذا المخطط طبعا صار تبادل قدموا كذا قرية ورجعوا نسحبوا اللي صار اليوم أنه صار تبادل طلاق نار من قصب بالأول النظام بقول قصد بالأول وقصد تقول النظام النظام طبعا قصف قرية الدحلة وقرية الجيدة بقارة ورح ثلاثة وثلاثين بين قتيل وجريح من الطرفين طبعا خمس ساعة ناصر للنظام هذول يصيبوا بين قتيل الجريح ومن المدنيين ثلاثة وثلاثين حتى امتووا عبد فرج على الصور في بنت طفلة مقطوع راسها يا لطيف يعني العملية عبارة عن حملية انتقام من أمريكا عن طريق قصد من نفس الوقت الإيرانيين بهموا انهجروا السوريين بأي مكان كان قتلوا تهجير للسوريين قتلوا تهجير للسوريين بأي مكان كنت سألت الضفق قبل قليل انه الضحايا كما ذكرت هم مدنيين وهذه المناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وبالتالي الهدف الذي تريده قوات النظام أو الميليشيات الإيرانية هل تحقق بهذه الطريقة؟ لا تحقق فقط بقتل المدنيين يعني هلما بدأت الثورة لحد الآن هدف إيران وهدف الميليشيات الإيرانية وحزب الله والنظام تهجير السوريين قتل السوريين وهي ما كانوا اللي صار مبارح عفواني اليوم يعني 33 مدني استشهدوا بي قتل وجريح من قرية الدحلة خمسة من قرية تجديد بقارة أربعة شهداء من عند النظام كمان في سبعة من عناصر النظام في خمسة أنه اللي قتلوا معهم قصد كلهم مدنيين بدون أي عسكري طبعا الغائم مثل ما أنه رسائل أمريكا أنه نستطيع نزعج الموالين إليك وطبعا الأمريكان عابد يدعموا القصد ويعطوها كمان إسلاح ومال وكذا مشان ترد إذن المعركة بين أمريكا وإيران عابد تنفذ على أراضي السورية والخسران الوحيد هو الشعب السوري الخاصة الوحيدة والشعب السوري ممكن أن نشهد نظام مفرمهم ممكن نشهد بالأيام القادمة بدل أن يكون هناك اشتباكات وضربات بين إيران والأمريكيين في المنطقة ضربت على القواعد الأمريكية استهداف ميليشيات إلى آخره على الحدود أن تكون المواجهة عن طريق دعم الإيرانيين للعشار بالمقابل دعم الأمريكان لقصد وأن تكون هذه المواجهات بين هؤلاء بعيداً عن اللاعبين الكبار تداعيات ما حصل اليوم ممكن القتال القتال بالوكالة عمليات قتالية بالوكالة جيش العشائر والنظام بالوكالة عن إيران وقصد بالوكالة عن أمريكا طبعاً المعارك ممكن تطور حالياً صار قصب الصواريخ بالرشاشات المتوسطة بالمدفعية والهاوية أنما لمن يومين تقدم ميليشيات إيرانية بإدجاح حقول النفط المسيطرة عليهم أمريكا طبعاً بشمال دير الزور فوراً طلعوا الطيران وقصفهم ويسحبوا خلال ربع ساعة ما ضل حد منهم إذن القتال حالياً بالوكالة ولكن ممكن يتطور حتى لا تطور أنا ما بتوقع يكون بين إيران وأمريكا مباشرة أنما عن طريق عملاء الميليشيات الإيرانية الموجودة في منطقة طبعاً نتعرف في عنا خمسين ألف عنصر من الحج الشوعي بتألفوا من تقريباً مية وخمسين فصيل سوريين وزينبيون وبعرش وفصائل متعادية هذول كلهم نحن تحركوا إيران ومكان بالشمال وبالجنوب وبالشرق طيب سيد جلال أيضاً أريد وجهة نظرك أنه قبل فترة أصلاً كان هناك الكثير من الاشتباكات والأجواء المتوترة بين جيش العشائر واقوات سوريا ديمقراطية من جهة أخرى بعد هذه الحادثة برأيك إلى أين ستتجه الأمور في المنطقة يعني الحادثة مختلفتين الحقيقة يعني الظروف التي قامت فيها قام فيها تمرد العشائر في مثل هذه الأيام في عام 2023 مختلفة عن الآن لم برأي شخصي طبعاً هذه الجزئية ليس لها علاقة بما حدث اليوم والأمس أو الأمس وقبله لكن هذه الجزئية باعتقادي أن قصد لم تتحمل مسؤولية التعامل بجدية مع التمرد الذي حصل وبالتالي هذه المجموعة ارتمت في حضن من يستطيع الاستثمار فيها واللي هما إيران الحقيقة هما يعني من أكثر ممكن الدول في المنطقة هذه الأذرع في كل البلدان التي تصل إليها وبالتالي الآن الظرف مختلف تماماً هناك تصعيد إقليمي قبل هذا التصعيد الإقليمي مشاكل ما بين طرفي النهر أي ما بين طرفي السيطرة ومن يقوم بعمليات الرد المباشرة باتجاه الإيرانيين وباتجاه النظام هي إسرائيل وليست الولايات المتحدة وأنا أرجح أن الولايات المتحدة وأرجح أيضاً أن من بدأ بالقصف ليس لدي تأكيد الحقيقة أرجح أنه نظام قوات النظام التي بدأت من قصف تجاه مناطق سيطرة قصد لا تريد الولايات المتحدة الآن تصعيد مباشر تتورد فيه حتى إيران إستاذ جلال ما مدى اليوم القدرة الإيرانية على فتح جبهات متعددة والضرب في مناطق بعيدة عن الهدف الرئيسي الذي هو إسرائيل بحسب يعني هي أوراق هذه الأذرع هي أوراق تنفذ سياسة إيران وتضغط على خصوم إيران وهم نعم لا هم يضغطون هم يضغطون على كل خصوم إيران في كل المنطقة سواء على دول الخليج مثلاً وهواء واحد من أهم الخصوم هي دول الخليج وأيضاً على الأطراف المناهضة لحليفها الأساسي في سوريا واللي هو النظام السوري ولكن أيضاً في المقابل يجب أن دائماً نستذكر بأن إسرائيل تقصف بشكل مستمر حلفاء إيران والقوات الإيرانية وتواجدهم وحتى السفارة الإيرانية في دمشق قصفت منذ فترة وبالتالي ليس كل الحرب بالوكالة لأن ما زالت إيران تدفع بأذرعها في سوريا واليمن وإلى آخره لأنها هي تعلم تماماً أنها لا تستطيع الرد بشكل مباشر وعنيف على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة ولكنها تستخدم هذه الأذرع كنقاط قوة لتحسين موقفها أولاً داخلياً أمام الشعب الإيراني وأمام حلفائها وأيضاً أمام خصومها طيب كونه تخصصك يعني أنت في في منظمة إنسانية وتعمل وأنت مدير تنفيذي لمنظمة عدالة من أجل الحياة لابد لنا من تطرق قليلاً للشق الإنساني بعد هذه الضربات كان هناك حديث عن نزوح لأهالي هؤلاء القرى إلى أماكن أخرى أكثر أماناً أريد أيضاً أن أعرف منك تقييمة المنطقة إنسانياً وهذه القرى التي حصلت في هذه الاشتباكات هي لم تعد آمنة على الأهالي هل سيعود من نزحها أم سيكون هناك حركات نزوح دائمة في حال استمرت هذه الاشتباكات هي بدأت عمليات مش موجة نزوح كبيرة بمعنى موجات النزوح التي شهدتها دير الزور في 2012 و2017 ولكن من هجوم أول أمس والسيطرة على عدة قرى كان بدأت الناس تستشعر الخوف الحقيقة حتى في المناطق التي لم تستهدف بدأت الناس تستشعر الخوف لأن القلق اجتاح منطقة مناطق سيطرة قصد الحقيقة اليوم ما جرى زادة من التخوفات ولا يوجد أي مؤشر لوجود تهدئة هناك محاولات الآن خصوصا في القامشلي ما بين روسيا وما بين قوات سوريا الديمقراطية لإيجاد تهدئة ولكن هذه التهدئة لم تحصل وبالتالي نعم هناك بعض الناس بدأت بالابتعاد قليلا إلى مناطق تعتقد أنها آمنة ولكن أعتقد أن هذا النزوح برأيي أنه لن يطول شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم جلال الحمد المدير التنفيذي لمنظمة العدالة من أجل الحياة كنت معنا من مدينة كاين الفرنسية عميد أحمد تفضل ببقاء معنا إلى المحور الأخير فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر